لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لذلك اخواني الكرام الاشكالية هنا عندما نمارس النقد الذاتي البعض يقول لك يا أنور مالك لا تتحدث عن النقد الذاتي في هذه المرحلة لا لا الآن لن أحمل المسؤولية للقائمين الآن على البلد رغم أنهم أيضا فيهم الكثير من المنظومة السابقة سكتوا في تلك المرحلة ولكن أيضا أن واقع الدبلوماسية السيئة ورثناه من عهد بوتفليق ورثناه دبلوماسية عصابات يجب تطهيرها لهذه اللحظة ما زالت السفارات تغيروا بعض السفارات ولكن السفارة لن تتغير أنك تجيب سفير واحد جديد روحوا وشوفوا طرحا ماذا يحدث في الداخل ما تغيروا له الموظفين نفسهم البزنس ما زال مساير ما كان إذن أنك تجي كرئيس جمهورية وللأسف أنه الرئيس عبد المجيد تبون الذي نتفق معه في أمور ونختلف معه أمور ونتمنى له الشفاء جاء في ظرف وجهة كورونا وزدت وجهة رؤانها التطورات اللي حدثت في الصحراء الغربية وما إلى ذلك إذن أنا حبيت أن أكلمكم باختصار شديد أن الدبلوماسية الجزائرية تحتاج إلى ثورة تقوم بها الدولة الجزائرية تحتاج إلى ثورة حقيقية إذا كانت دولة الجزائرية إعلامها سيئة صفحات في الفيسبوك هزموا الإعلام الرسمي وهذه حقيقة الدولة التي لم تجد الآن غير ذباب إلكتروني يتهجم على فلان وعلان ما يستثن أحد يوزعوا في الاتهامات كل جزائري يجي يتكلم يتكلم يحاول يحاول يبرز مواطن الخلل ويدافع عن مصالح الدولة الجزائرية يبعثولوا يحرشوا عليه الجيوش الإلكترونية والذباب الإلكترونيين تاهم كما سموه ما يخلوا أمه ما يخلوا أبوه ما يخلوا تاريخه ما يخلوا كذا يحرشوا عليه بعض الناس آس يجي واحد يشكك في ذمته واحد يشكك في تاريخه واحد يشكك لا يكلف نفسه أصلا أنا يجي قل لك أنور مالك كنت عامل للمخزن رغم أنه لا يوجد كاتب جزائري غضبة منه المخزن مثلي أنا وممنوع علي دخول الطراب المغرب بمجرد فقط أنه تختلف وجهة النظر أنا أعبر عن رأيي بما أراه وانت حر عبر عن رأيك كما تراه أنا لا أصادر رأيك وانت حر قل ما تريد وأنا لست هنا بصدد بعضي ويرسل لي قل لي فلان قال فيك وعلان هضر عليك وكتب عليك وكذا أنا لا أعلق على مواقف الناس كل واحد حر في موقفه أنا عندي وجهة نظر وعندي قناعات أعبر عليها في الوقت المناسب كما أراه ولست هنا لأكون بوق لأي كان عندما أرى الخلل في الديبلوماسية أنتقدها عندما أرى الجيش يخطأ نقول له أخطأت وعندما أراه فعل المحجة مليحة نقول له شكرا وعندما أرى الجزائر مهددة نقول الجزائر مهددة إذا كانت مهددة بعدوان خارجي سندافع عنها ولكن في نفس الوقت لا يجب أن نقول أن ما يحدث هو صحيح لأن ما يحدث هو غلط الجبهة الداخلية مفككة نعم الجبهة الداخلية مفككة الوضع الاجتماعي سيء جدا الجزائر تتجه نحو الغلق كارثة كورونا الأرقام التي تقدمه أرقام صحيحة الدولة اللي عادت شعب الجزائري وصل ما عادش ثيق في الدولة الجزائرية حتى في الأحوال الجوية عندما تعطي أخبار على الأحوال الجوية ما يصدقها استعادة ثيقة المواطن مش سهلة تحتاج إلى أمور عملية وجات أحيانا المصائب تكون فيها نوع من الفائدة جات إصابة الرئيس عبد المجيد تبون بكورونا ونقله إلى ألمانيا كانت فرصة إلى رئاسة الجمهورية وإلى الإعلام الرسمي الجزائري أن يعيد المستقيم إلا مارست طريقة البتفليقية وتحدثنا عليها مرارا وتكرارا لأنه الذين كلفوهم بالإعلام متخرجين من المدرسة البتفليقية وليست لديهم أي شيء يقدمه أما الأشخاص الذين عندهم رؤى لتطوير أحداث وإلى صناعة إعلام حقيقي يواجه التحديات القائمة هذا ما تم استبعادهم تخوينهم استبعادهم وكذا وكذا والانتقام منهم لا أحد يستطيع أن يوزع الوطنية على أي مكان ليس بمجرد أن تفتح الأنترنات وتحاضر على الناس فأنت وطني خير من الآخرين أنت عندك وجهة نظر قدمها وأسكت فقط وأسكت إذا كان بعض الناس لديهم كل الوقت بأنه يفتح جبهات مع كل الناس هناك من جبهته الوحيدة هي قضايا كبرى أنا ليس لي والعياذ بالله من كلمة أنا ليس لي وقت بأن أجلس وأحدث الجزائريين وأدافع عن نفسي لأنه فلان علان قال خلي قول أنا إيران قالت فيي الكثير حزب الله قال فيي النظام السوري ما خلى ما قال فيي المغرب منذ 2010 هو يخضر عني ويخول فيي وكذا وكذا وراني عامل المخابرات الجزائرية والجزائرين يجي وقولوا وراني عامل المخابرات المغربية وما إلى ذلك ولم أرد على الأشخاص يوما ولن أرد هذا هو المنطق لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر